روبوتات صغيرة شاحن عن بعد آيباد قابل للطي وعودة توثيق حسابات تويتر كل هذا واكثر في هذه الحلقة السلام عليكم رات الله وبركاته سلطان العبدي من ابتكار وهذه الحلقة الأسبوعية اللي بنعطيكم فيها أهم الأخبار التقنية وفي البداية نتكلم عن نظام ويندوز هذا النظام اللي من شركة مايكروسوفت خلال هذا الشهر هيكمل عامه الخمسة والثلاثين وفي بداية السنة القادمة شركة مايكروسوفت هتطلق تحديث ضخم جدا لهذا النظام هذا التحديث هيخلي النظام يدعم تطبيقات أندرويد وهذه الفكرة اللي شفناه في النظام الجديد حق أجهزة الماك اللي أصبحت تدعم تطبيقات آي أو اس عشان كده أيضا مايكروسوفت هتسوي هذا الميزة وهتخلي هذا اللي هو أشهر نظام في العالم أصلا وشغال على أكثر أجهزة العالم اللي هو نظام ويندوز هذا النظام اللي هيصير يدعم الآن تطبيقات أندرويد خلال تحديث ضخم هيصر بداية الفين وواحد وعشرين أيضا نتكلم أنه فيه تقييم جديد للأجهزة تقييم جديد يوضح سهولة إصلاح هذه الأجهزة هذا التقييم هيكون للأجهزة الإلكترونية هتبدأ فيه لأوروبا والبداية هتكون من فرنسا من بداية الفين وواحد وعشرين هيكون فيه ملسق على أي جهاز إلكتروني هذا الملسق بيوضح لنا قد إيش يعني قد إيش هتكون سهولة إصلاح أي جهاز مثلا أخذ هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر بيكون عليه ملسق هذا الملسق بيوضح لك قد إيش سهولة إصلاح هذا الجهاز وهذا الشيء اللي صادت تنافس أصلاح فيه الشركات علشان تخلي أجهزتها تتصلح بشكل أسهل أيضا نتكلم عن شاحن عن بعد هذا الشاحن هيكون لاسلكي لكن هذا لاسلكي فعلا هذا الشاحن هيكون يشحن جهازك عن بعد مع تقنية شبيهة بتقنية الليزر المشكلة أنه اسم الشاحن هذا أنتي ليزر هذا الشاحن حتى اسمه ما أدري كيف المهم هذا الشاحن يعني بيشحن لك أي جهاز من أجهزتك عن بعد من خلال تقنية شبيهة بتقنية الليزر هذا الشاحن الله أعلم متى هنشوفه لأنه تقنية زي كده تشحن لك أي جهاز عن طريق تقنية شبيهة بالليزر بدون أي توصيل عن بعد يعني وفي الغرفة في مساحة غرفة كاملة مو لازم تحطه جنبه أصلا هذه تقنية جدا متطورة كثير من التسريبات اللي كنا نشوفها للآيفون 12 تلسلة الآيفون 12 شفنا لها كثير تسريبات قبل الإطلاق الرسمي هذه التسريبات 90% كان منها صحيح و10% لما كان ما هو صحيح ولكن جزء من هذه التسريبات انتقلت للآيفون القادم اللي هنشوفه في السنة القادمة اللي هو آيفون 13 هذا هيكون أيضا سلسلة من أربع هواتف ولكن في تسريب كان للآيفون 12 ذي حين صار للآيفون 13 هذا التسريب اللي بوضح أنه أحد هواتف سلسلة آيفون 13 هتكون بدون منفذ علشان شركة أبل خلاص تعتمد فقط على الشاحن اللاسلكي وهذه كنا نشوفها للآيفون 12 نحن صارت للآيفون 13 وبراءة اختراع لشركة أبل براءة اختلاع لجهاز تابلت هذا جهاز التابلت اللي هيكون آيفاد آيفاد قابل للطيف طبعا شركة أبل شفنا لها تقريبا ثلاثة أو ثلاثة بالضبط ثلاثة براءات اختراع لأجهزة تابلت قابلة للطيف فأعتقد أن شركة أبل أول شيء ستعطينا جهاز تابلت قابل للطيف وبعدين ستعطينا جهاز هاتف اللي هو آيفون قابل للطيف لأنها بتفكر أكثر في الأجهزة التابلت لأنه براءات الاختراع أصلا للأجهزة التابلت القابلة للطيف كانت أكثر من المخصصة للهواتف القابلة للطيف أيضا نتكلم عن شركة سامسونج ظهرت صور توضح هاتف مع شاشة قابلة للسحب نفس فكرة أوبو اكس 2021 في هذه الصورة نشوف أنه هذا الهاتف اللي بيكون بشاشة قابلة للسحب حتى أنه هذا الهاتف هيدعم القلم الذكي وهذا الهاتف ممكن يكون بديل مثلا لسلسلة النوت لأنه هذه السلسلة اللي فعلا ممكن هذه السنة خلاص ما عد نشوف أي سلسلة من سلسلة النوت ويتم استبدالها ممكن بهذا الهاتف أو مثلا جالكسي زد فولتري هاتف قابل للطيف ويكون مع قلم ذكي أيضا نتكلم عن هاتف ثاني من شركة سامسونج هذا الهاتف بحسب تقارير هذا الهاتف هيكون شفاف شركة سامسونج تطور هاتف شفاف من قدام ومن وراء هذه أول كانت براءة اختراعه ولكن في الحين في تقارير أنه شركة سامسونج تطور هذا الهاتف بشكل جدي يعني هاتف نشوف هواتف قابلة للطيف وهواتف قابلة للسحب وتابلتات قابلة للطيف وكمان نتكلم عن أجهزة شفافة ننتقل إلى تويتر تويتر أعلنت رسميا أنها سوف تعيد توثيق الحسابات التوثيق هيكون بالعلامة الزرقة وهيبدأ هذا الشيء بدايتها من 2021 ولكن الشروط لاندي حين تويتر ما أعلنت عنها ولكن أعلنت أنها سوف تستقبل من الآن أي اقتراحات لهذه الميزة ولكن من المتوقع أنه هذه الميزة هتكون أصعب من المرة التي فاتت يعني هتكون أصعب من أول شروطها اللي لاندي حين ما شفنا الشروطة الرسمية لكن من المتوقع أنها هتكون أصعب حتى من أول وهذه هي المشكلة أنه صعب جدا هيكون التوثيق هتبدأ في البداية أنها توثق ستة فئات من الحسابات الحكومة، الأخبار، وسائل الترفيه، الرياضة، المؤثرين والشركات وهذا هيبدأ من 2021 وده حين تقدر تقدم اقتراحك لتويتر أيضا نتكلم أن تويتر إذا حطت علامة لايك أو سويت إعادة تغريد لأي تغريدة تويتر حطت عليه علامة أنها تغريدة مضللة تويتر هتنبهك أن هذه التغريدة مضللة فأنتبه أنت هتسوي هذا الشيء للتغريدة مش كويسة أيضا نتكلم عن معهد MIT هذا المعهد مع تعاون جديد بينه وبين الجيش الأمريكي هذا لو وصلوا إلى تقنية غريبة نتكلم عن روبوتات صغيرة جدا في الحجم هذه الروبوتات تقدر أنها تتواصل مع بعض من خلال تقنية معينة فبيقدرون أنهم يستدعوهم وبيجوا لمكان محدد فهذه الروبوتات الصغيرة جدا في الحجم تقدر أنها تجمع مع بعض وتكون مثلا وسيلة نقل أو حتى روبوت كبير الحجم وهذا شيء كنا نشوفه في أفلام الخيال العلمي ولكن هذا الشيء دي حين فعلا بدأ التطوير بين معهد MIT والجيش الأمريكي بدأوا أنهم يطوروا هذه الميزة بشكل فعلي فروبوتات صغيرة الحجم ممكن تصير وسائل نقل أو حتى روبوت كبير أو حتى حاجات ثانية وهذه الصور توضح لكم أصلا هذه الأشكال الغريبة لهذه الروبوتات الصغيرة وهذا كان آخر خبر في هذه الحلقة لا تنسى الدعمنا بلايك وتشترك معنا في القناة أشوفكم على خير إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة